النقطة التانية برضو زي ما نبهت بالأمس بالنسبة لدودة الحج الخريفية اللي هي موجودة في مصر حاليا طبعا منتشرة في محافظات الصعيد وموجودة بصفة أساسية على الذرة الشامية وهو العائل الرئيسي لهذه الآفة طبعا بذكر حضراتكم وأهلينا المزارعين في جميع المحافظات اللي بتزرع ذرة الشامية مهم جدا المرورة المستمرة على زراعات الذرة الاكتشافة المبكر للإصابة لأن العامل الوحيد أو المهم للوقاية أو لمكافحة هذه الآفة هو الاكتشافة المبكر للإصابة ويمكن أنا قلت بالأمس ناخد بالنا اليرقة بتكون موجودة في البلعوم في قلب النبات فلازم المزارع يفتح النبات كده ويبص لو لقى اليرقة يحاول يجيبها بأي شكل بشوكة بإبرة بملأة بأي شكل يجيبها ويتخلص منها وإحنا قلنا أنه في صفة مميزة جدا ليرقة الدوت الحجة الخريفية وهي أربع نقط على شكل مربع في مؤخرة اليرقة واضحين وسهلين أي حد يقدر يشوفهم بالعين المجرد بمجرد ما تشوف اليرقة حاولناك أنت تتخلص منها بأي شكل لكن إمتى أنا شوفها لما أمر بصفة مستمرة على الزراعات بتاعتي وهتم بيها وده إحنا دايما بنقول في مكافحة الأفات بصفة عامة أنه اكتشاف المبكر للإصابة عامل وعنصر مهم جدا لمكافحة الأفات طيب لو أنت لقيت عندك إصابات كتيرة وعاوز تكافحها برضو مش هنستعجل نحن نستخدم موبيدات لكن ممكن الرمل مخلوط مع الشطة النعمة أو الطراب الناعم ممكن تعمل بلعمة في قلب النبات برضو دي الموضوع دو يؤدي على الحشرة وبرضو بنبه في حالة وجود إصابات ممكن الاتصال بينا علشان فيه لجان خاصة بمكافحة دودة الحج الخريفية في جميع المحافظات بمجرد أي مزارع يشتكأ أو يتصل بينا أو يتواصل معنا بأي شكل وأعتقد تلفوني معروف للجميع نوجه الليجان دي لمكافحة هذه الآفة لأنها آفة خطيرة جدا وأخطر من دودة وراء القطن نأخذ بالنا جميعا لمكافحة هذه الآفة